هل يمكنك أن تعطينا تعريف عن كلمة السماء وعندما نقصد أن المؤمن يعني مصيره السماء أو الأبدية إيش إحنا منقصد كمسيحيين في هذا الإصطلاح دائما ذكرت من شوية أن السماء مكان الله فعندما يذهب المؤمنون إلى السماء هذا معنى أنهم يكونوا أكثر قربا من الله أكثر شركة وتمتع بالله طبعا الله مستبعد تماما عن الشهوات الحسية واللذائس الجسدية عشان كده فكرة أن في تمتعات حسية ولذائس بشرية جسدية في السماء دي فكرة غير واردة تماما في الكتاب المقدس لكن إيش ممكن الإنسان يتوقع لما بيكون في السماء حيات يتوقع أنه هيكون أكثر قربا من الله لما بقرب من الله هنا على الأرض بنعمل إيه مثلا بنسبح في أفراح في سلام يقول كده يدخل السلام عندما يموت الصديق يدخل السلام يدخل الراحة يقول عن العازر في لوقة 16 الآن هو يتعزى في الحقيقة لا نقدر أن نعرف ماذا سيكون في السماء لأن بولس الرسول عندما اختطف إلى السماء الثالثة ونزل قال سمعت كلمات رأيت أمور لا يسوغ لإنسان أن ينطق به فوق إدراك وفوق لغة البشر لكن اللي نقدر نقوله أن زي ما احنا فرحانين بالرب هنا أضعاف أضعاف ذلك حيكون عندما نصل إلى السماء مع المسيح ومع كل المؤمنين القدسين اشتركوا في القناة